فنائم بقى الأرجنتين كيزبيت لين نهاردة المنتخب الفرنسي رقم واحد بالمباراة تعادل وفي الأخير كيزبي ده باتريا بس إزاي تقدر تتخطر المنتخب الفرنسي رقم واحد يمكن تتكلمنا هنا يا كريم أكتر من مرة على ليوناليس كلوني ومفاجآت ليوناليس كلوني وإنه قادر يشتغل ويقدم مرضوط قوي جداً بالمجموعة اللي معاه بتتكلم على مجموعة إذا ما قرنت بكل منتخبات دور التمانية ومنتخلات خرجت قبل دور التمانية هي مجموعة اللي ممكن لو بتكلم على سقوات ما احترمنا للمتخب المغربي اللي تكلمنا عليه كتير جداً كعناصر وكأسماء بس هو اللي ممكن يكون أقل بالتساوي مع المنتخب اللولندي فبتكلم على ترتيب كسقوات وقوط أسماء سادس أو سابع ده أقصى حاجة ممكن يوصلها للمنتخب الأرجنتيني لما نتكلم على ليوناليس كلوني لازم نقول أنه عنده على الأقل على الأقل نص هذه الجائزة ليوناليس كلوني قدم منتخب غير روح المنتخب الأرجنتيني منذ توليه ومنذ تتويجه بالكوبة واللي هي كانت انطلاقة المنتخب الأرجنتيني إيه اللي حصل النهاردة في المباراة أول حاجة كانت مفاجئة ليوناليس كلوني السر الملك ديمارية سقوط الملك ديمارية في ملعب لوسيل النهاردة عمل كل شيء رقصنا كلنا كلنا بنتكلم قبل المباراة كريم كنا مع بعض بنتكلم أنه أخي ديمارية يلعب في مكانه الطبيعي على الجنح اليمين ومسي هيشتغل تحت جولين الالفاريس في مكانه الطبيعي أبليها مكنش متوقعين أصلا أخي ديمارية هي لعبة دي أنا بقولك ده دي أه برفع عليك دي كانت المفاجئة الأول المفاجئة الثانية أنه هو طبعا توقعنا من الكلام الماضي أنا هتحطي في الرايت علشان يقفل الجبهة بتاعت كليان امبابيو بتاعة هرناندز بشكل يدي الأرجنتيني أريحية بتشتغل كومباكتاعة الترانزيشن طبعا إيه اللي حصل بعد كده لقى لقينا أنخل ديمارية ناحية الشمال عمل أفضل ستين دقيقة من لقطة طويل جدا لأنخل ديمارية سواء على صعيد الأندية أو صعيد المنتخبات وهنا في لقطة مهمة جدا جدا يا كريم إن أنخل ديمارية دايما ما بيغزلكش أنخل ديمارية تواجد في نهاية الكوبة وسجل وقادر أرجنتين وساعد ميس إن يتوج بالكوبة الغائبة أكتر من عشرين عام النهار ده أنخل ديمارية هو اللقطة الفاصلة حتى دي أستين بالنسبة ليوناليس كالوني والشكل الغيروي المجموعة بتاعت وسط الملعبة كريم ما أتكلم عن المجموعة دي قارنها بفرنسا بكرواتيا بالبرازيل قارنها بأي فرين من الفرق الكبيرة هتلاقيهم مجموعة لهم أسماء كبيرة ولهم أسماء عندها الكواليتي المنافسة لدول لكن تيجي تلاقي رودريجي دوبول واحد من نجوم البطول تيجي تتكلم عن إنزو فرناندس أفضل لعب صعد في البطول تتكلم على أي حد بيقى موجود معن بأسواء بريدس أو أي حد من الأسامة اللي كانت موجودة في وسط الملعب المنتخب الأرجنتيني ليوناليس كالوني هو كلمة السر ساعد ليوناليسي ساعد كل مجموعة منتخب الأرجنتيني إن هم هيبقوا فاتد قوي كل العيب قادر يعمل الدور اللي هو طلبه منه بس فمليون في المية مؤكد إنه المنتخب الأرجنتيني استحق من خلال سير المباراة من خلال شغل التكتيك آه المنتخب الأرجنتيني عفوا فقد التركيز كالعادة زي ما فقدوا في نهاية مباراة أستراليا زي ما فقدوا في نهاية مباراة هولندا النهاردة فقدوا كمان لمدة دقائق قليلة جدا كتحكلفوا المباراة